السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع كل معلية ميساء الجابر اليوم يا تاني بنكون وصلنا لنهاية وحدة الضرب وعننا المراجعة صفحة 69 رح أحلها لكن قبل ما تشوف الفيديو أو قبل ما تشوف الحل بتمنى أنك تحل أنت بإيدك أو بإيدك حل وشوف الإجابات كاملة يعني خلص كل الأسئلة الوحدة بعدين ارجع شوف الفيديو وقارن إجاباتك مع إجاباتي وصحح لحالك شوف إذا أنت عندك إشي خطأ صححه لكن أرجو أنك تحل لحالك في هذا الدرس أو في هاي الحصة هلأ نحن وصلين للمراجعة السؤال الأول أجد ناتجة ضرب الأعداد التالية طبعا 3 ضرب 4 يساوي 12 البطل يلي حافظ جداول الضرب ما بياخد معه هاي الصفحة كاملة ما بتاخد معه أكتر من دقيقة أو دقيقتين 2 ضرب 2 4 5 ضرب 2 10 10 ضرب 1 10 1 ضرب 4 يساوي 4 3 ضرب 5 15 4 ضرب 2 8 5 ضرب 4 20 2 ضرب 2 4 3 ضرب 3 9 5 ضرب 5 25 1 ضرب 3 3 4 ضرب 10 40 6 ضرب 5 30 هلأ ننتقل للسؤال الثاني في السؤال الثاني أضعوا العدد المناسب في المربع طبعا جملة مفتوحة بالضرب 3 ضرب شو بيعطيني 6 إذا كنت حاجد دول الضرب دايركت حتير في الجواب 2 4 ضرب إيش بيعطيني 4 كون المسألة فيها رقم 4 وضل بالناتج متل ما هو فإذا فيه دخل عليه عنصر محايد ما أثر عليه أبدا الأربعة ضلت أربعة فإذا نحكينا العنصر المحايد في الضرب هو الواحد إيش العدد يلي إذا ضربتوا ب3 بيعطيني الناتج 12 الأربعة 2 ضرب كم بيعطيني 20 2 ضرب 10 هلأ السؤال الثالث ومثلوا الضرب كجملة جمع المتكرر فيما يأتي هلأ إحنا تعودنا إنه نحول جملة الجمع المتكرر لجملة ضرب لكن هلأ عنا العكس عندي 3 ضرب 5 كيف بأعملها؟ بعتبر إنه زي كأنه عندي المجموعات هي 3 والعناصر 5 فإذا شو بحكي بكرر الخمسة على حسب عدد المجموعات أنا بكرر العدد الثاني حسب العدد الأول يعني بحكي 5 زائد 5 زائد 5 بيعطيني اللي هو 3 ضرب 5 ثلاثة وخمسات طيب 2 ضرب 1 أنا بكرر الرقم الثاني بناء على عدد الرقم الأول يلي هو الواحد كم مرة تكررت؟ هيها مرتين فإذا بحكي 1 زائد 1 تساوي 2 ضرب 1 4 ضرب 4 العدد المتساوين لكن أنا ببلش فيها 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 4 مرات على حسب العدد المعطى عندي هون هلأ السؤال الرابع تحدث إلى زميلك عن كيفية إيجاد ناتج 2 ضرب 4 عن طريق 2 ضرب 2 كيف بنحل هيك نوع من المسائل؟ هلأ أنا بدي أعرف كيف صارت هلأ 2 ضرب 4 يساوي طبعا 8 لكن كيف عرفت الناتج بناء على 2 ضرب 2 هلأ 2 ضرب 2 يساوي 4 طيب هاي الأربع من وين إيجات؟ ضفنا لها كمان 2 لهاي 2 يعني إذا بدي أحكي 2 ضرب 2 ضرب 2 بيعطيني الجواب 8 يلي هو جواب المسألة هون يعني أو إذا بدي أحكي 2 ضرب 4 هاي الأربع إيش أصلها؟ أصلها 2 ضرب 2 فإذا صارت 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 8 لهو 2 ضرب 2 هون حلينا عن طريقها 2 ضرب 4 يعني زيك إنه الناتج هون حطينا 2 ضرب 4 وفصلنا بالآخر لا لهو الأصل لإله شو هو؟ الأصل لإله 2 ضرب 2 تمام؟ هلأ سؤال الخامس قالت هدى ضربت عددين فكان الناتج 12 شو هن العددين اللي ضربتهم هدى؟ في بإمكاني أحكي 3 ضرب 4 بيعطيني الناتج 12 وممكن كمان أحكي 2 ضرب 6 يساوي 12 وممكن أحكي 4 ضرب 3 كونه العملية الضرب عملية تبادلية وممكن نحكي كمان 6 ضرب 2 يساوي 12 السؤال الأخير اللي هو صفحة 70 اشترى بشر أربع قطع من الكعك ثمنوا لقطعتي 5 قروش فكم قرشا دفع إلى البائع؟ طبعا هلأ الضرب رح تسهل علي معرفات القروش كاملة اللي دفعها بشر إلى البائع كم قطع عندي؟ أربع قطع من الحلوة أو من الكعك ضرب الوحدة كم سعرها؟ 5 قروش فإذا نحكي 5 ضرب 4 ويساوي 20 قرشا دفع بشر إلى البائع اشتركوا في القناة